اشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب بمشاركة مملكة البحرين المجتمع الدولي احتفاءه باليوم العالمي للعمل الخيري والذي يصارف الخامسة من سبتمبر من كل عام في ظل المسيرة التنموية الشاملة والنهج الإنساني الرفيع لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الذي جعل بتوجيهاته السامية لدعم العمل الخيري ثقافة أصيلة لعطاء لا حدود له مؤكدة معاليها أن العمل الخيري ضارب في أعماق المجتمع البحريني من خلال تعزيز قيم العطاء وتكافل الاجتماعي من جميع أفراد الشعب بجانب المؤسسات والصناديق والهيئات الخيرية في البحرين مشيرة إلى دعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله في تحقيق وإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية ومتابعة جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأوضحت أن الدعم النيابي مستمر ومتواصل في تنفيذ حزمة من النظم والتدابير للحماية الاجتماعية لتوفير سبل العيش الكريم لجميع المواطنين معربة عن بالغ الفخر والاعتزاز للمبادرات النوعية لتشجيع الأسر المنتجة عبر جائزة صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ومشيدة بما تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من دور متميز محليا ودوليا في إبراز القيم البحرينية الأصيلة في العطاء والتكافل تكافل